من طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رويوران دكتور حسين أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار المحادثات النووية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية والكرة في ملعب إيران تصريحات أمريكية واضحة ما لدى طهران بانتظار المفاوضات المرتقبة في جولتها السابعة هل سنكون أمام مواقف تصدر ترد على أنتوني بلينكين؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك والمشاهدين الكرام إذا لم يكن هناك اتفاق في موضوع الملف النووي هناك اتفاق واضح بين إيران وأمريكا في موضوع أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية موقف إيران هو تقريبا نفس الشيء صحيح أن هناك مستجد وهو الانتخابات الإيرانية وحكومة سيد روحاني أحست بأنه من الضرورة أن توكل هذا الملف إلى الحكومة القادمة ومن هنا حدث هذا التأخير ولكن إيران أيضا تقول أنه لا يمكن الاستمرار في المفاوضات إلى ما لا نهاية الموضوع واضح جدا هناك اتفاق موجود والعودة للاتفاق لا يستلزم إلا تنفيذه من هنا موقف إيران في هذا الإطار واضح جدا وفي تصوري أن من يستنزف الوقت هو أمريكا من خلال الاشتراطات ومن خلال طرح المواضيع خارج إطار الاتفاق هو الذي مدد هذه المفاوضات يعني دكتور حسين تقول لي أن موقف إيران يتقارب مع الموقف الأمريكي دعنا نلقي نظرة على مقاله وزير خارجية أنتوني بلينكين اللي أغوص معك في تفاصيل أكثر يقول بلينكين من الكويت هذه البر خلال زيارته للكويت نحن عازمون أن لا تحصل إيران على السلاح النووي وهذه كانت ولتزال سياستنا يضيف من مصلحتنا ومصلحة إيران أن تعود للالتزام بالاتفاق النووي طهران تستمر في التقدم في برنامجها النووي بطرق خطيرة جدا وذلك سيجعل العودة للاتفاق النووي غير مفيدة مضيفا أن المحادثات لن تدوم إلى الأبد دكتور حسين أين تجد هذا التقارب؟ يعني اليوم من استمع وتابع الجولات الأخيرة من جولات الاتفاق النووي أو المحادثات نحو أتفاق النووي تابع الإيجابية في التصريحات لا أجد أي إيجابية في تصريحات بلينكين أقنعني يعني أولا أمريكا تقول أن إيران يجب أن لا تحصل على السلاح النووي إيران تقول أيضا أنها لا تريد الحصول على السلاح النووي الموضوع الثاني أن إيران تقترب جدا من السلاح النووي هذا الكلام قد يكون صحيح لأن رفع نسبة التخصيب هو تدل على هذا الموضوع رغم أن إيران تنفي أنها تتحرك باتجاه القنبلة النووية هي تريد زيادة التخصيب في تحدي واضح لأمريكا ودفعها إلى الالتزام بالاتفاق النووي أن أمريكا حريصة على الاتفاق وتريد العودة إليه في تصوري أن هذا إذا كانت الإرادة الأمريكية حقيقية في الحفاظ على الاتفاق والعودة إلى تطبيقه أتصور أن هذا يتطابق مع موقف إيران إيران أيضا تقول يوم أمس مرشد الثورة الإسلامية السيد الخامنائي أعلن في جلسة وداعية مع حكومة السيد روحاني وهي آخر جلسة في فترة الثمان سنوات الماضية قال أن تأخير المفاوضات يأتي على عدة خلفيات الخلفية الأولى أن أمريكا لا تعطي ضمان بالتزام الاتفاق هي تريد أن يكون مفتوح وأنها كما حدث مع السيد ترامب في أي فترة أرادت يمكن أن تخرج منه هل تعطي الدكتور حسين أنه لدى واشنطن دوافع للتصريح بذلك لدى بلينكين دوافع للتصريح بذلك هل في رسالة تطلق من هذا الكلام يعني في تصوري التصريحات الأمريكية هي تريد أن تدلل على شيء واحد أن المفاوضات مستمرة وتطرح بعض الاشتراطات هي بشكل أو بآخر لتعلن أنها تمتلك اليد العليا في هذه المفاوضات مثلا ولكن إيران أيضا في المقلب الآخر يعني السيد الرئيسي أصر على السيد عراقشي المسؤول عن المفاوضات في فيننا أن يبقى في موقعه ويدير المفاوضات كما كان سابقا هذا في تصوري موقف جديد ومهم الكل كان يتخوف من أن يتغير الطاقم الطاقم الإيراني وتبدأ المفاوضات من الصفر في حين أننا الآن أمام وضع غير مختلف عن السابق فريق التفاوض هو ذاته وأتصور أن هذه إيجابيات يمكن البناء عليها فيما إذا كانت الإرادات سليمة لكن يجب انتظار تسلم الرئيس الإيراني الجديد سدة الحكم هذا ما أفهم نعم نعم يعني بعد ثمانية أيام هو سيستلم وفي تصوري أن منذ استلامه يمكن أن نتصور استئناف المفاوضات في فيننا نعم طبيعة الحال شكرا جزيلا للدكتور حسين ريوران سيكون لنا لقاءات أخرى نحلل فيها هذه التصريحات أكثر فأكثر شكرا للمتابعة وأيضا لوجودك معنا أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين ريوران من طهراء شكرا للمتابعة